الجماعة الجامعة أو التنظيم العابر للحدود والقوميات والدول واحدة من الأفكار الرئيسية التي تأسست عليها جماعة الإخوان المسلمين الجماعة هي الوطن لكل أعضائها وهي دون غيرها من تستحق الولاء والتضحية على الدوام كان تنظيم الإخوان الأم في مصر ينكر وجود ما يسمى بالتنظيم الدولي للإخوان لكن التطورات التي أعقبت سقوط حكم الجماعة أكدت وجود هذا التنظيم ودوره الكبير في إدارة الجماعة ورسم خططها في أكثر من دولة تصريحات نارية للمرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف عاكف قال إنه لا مشكلة لديه في أن يحكم مصر مسلم ماليزي أو إندونيسي تصريحات عاكف التي أثارت دهشة واستغراب المصريين قبل عشرة أعوام لم تكن وليدة أفكاره أو آرائه الشخصية هي تعبير عن فكرة عامة تحكم عمل الجماعة على مستوى الأفكار فإن الأممية أو أستاذية العالم هي فكرة ولدت مع مولد الجماعة وإن لم تتحول لإطار تنظيمي إلا بعد عقود الجماعة حسب الغايات التي وضعها لها المؤسس حسن البنة يجب أن تصل لتحقيق الخلافة عبر مراحل متدرجة تبدأ هذه المراحل بإيجاد الفرد المسلم ثم الأسرة المسلمة فالمجتمع المسلم وصولاً لأستاذية العالم عملياً أستاذية العالم تعني وصول الجماعة للحكم في كل الدول أو العالم الإسلامي في أضعف الإيمان وبهذه الفكرة العامة والرئيسية كان الإخوان على الدوام تنظيماً عابراً للقرات ومتجاوزاً أو نقيضاً لفكرة الدولة الوطنية على المستوى التنظيمي ظهر التنظيم الدولي للإخوان في ثمانينيات القرن الماضي على يد المرشد الخامس للجماعة مصطفى مشهور وانضوت تحت هذا الهيكل التنظيمي الكثير من الجماعيات والاتحادات الإسلامية والأضرع الاقتصادية والتنموية لتمكين الجماعة من إدارة شؤون المسلمين عالمياً في حال وصولها للحكم في دولة كبيرة جماعة الإخوان الأم في مصر أنكرت على الدوام وجود تنظيم دولي للجماعة غير أن هذا التنظيم ودوره ظهر أوضح ما يكون عقب سقوط حكم الإخوان في مصر عشرات الاجتماعات واللقاءات تمت لقيادات التنظيم الدولية اجتماعات عقدت في تركيا ودول أوروبية لتنسيق مواقف الجماعة والتعامل مع المتغيرات وإن كان وضع مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو هو محور اهتمام التنظيم الدولي إلا أنه كان يتابع ما يدور في دول أخرى خاصة التي تمر بمراحل تحول وكشفت العديد من الوثائق خاصة في الحالة المصرية عن دور كبير يلعبه التنظيم الدولي في التخطيط والتحريد على العمل لمحاولة إسقاط النظام في مصر معنا الآن من القاهرة القياد السابق في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور كمال الهلباوي مساء الخير دكتور كمال مرحبا بك معنا مساء النور أهلا وسهلا نتحدث عن تنظيم الدولي لجماعة الإخوان إلى أي مدى لا يزال هذا التنظيم يمثل المظلة الجامعة لجماعة الإخوان في الدول المختلفة بسم الله والحمد لله طبعا التنظيم كمظلة موجود وكهيكلية موجود إنما الجوهر أنا أميل دايما منذ أن كنت متحدثا رسميا للإخوان في الغرب أن أسميه التنسيق الدولي وليس التنظيم الدولي لأن التنظيم له شروطه وله أهدافه وغاياته ولكن الذي يحدث هو فعلا نوع من التنسيق بسبب الأحوال الأمنية بسبب تشتت البلاد وتعدد مواقع الإخوان فيها ب70-80 دولة فلا يمكن أن أسمه فعلا التنظيم الدولي أو التنظيم العالمي ولكن الحقيقة والجوهر هو نوع من التنسيق التنسيق ماذا تحديدا؟ هل هو جهة استشارية عليا بالنسبة لجماعات المحلية؟ أكبر من جهة استشارية لأنه يتدخل أحيانا في عمل برامج مشتركة لتربية الشباب المنهج يبقى فيه جهة واحدة تدرس المنهج على مستوى هذا التنسيق العالمي وتضع في الكتب وفي المنهج ما تجده مفيدا وتعزف منه ما تراه غير مفيد فالتدريب مثلا التربية المؤتمرات الندوات المواقف السياسية يبقى فيه نوع من التنسيق دعم القضايا الإسلامية زي قضية فلسطين زي قضية البوسنة والهرسك زي دع الجهات في أفغانستان سابقا مثل هذه القضايا هي بيبقى فيه نوع من التنسيق والتشاور حولها ولكن قد تبدو هذه دكتور كمال شعارات عامة إلى حد ما ولكن فيما يتعلق بخصوصيات البلد الواحد مثلا بعد ثورة الثلاثين من يونيو في مصر بعد تفكك جماعة الإخوان في الأردن هل كان للتنظيم العالمي أي دور في هذه القضايا برأيها أدوار محاولات لأنه لا يستطيع التنظيم العالمي وخصوصا بدون الاستقرار في مصر والأردن طبعا وسوريا والعراق أنه يستطيع أن يهدي دورا فاعلا لأن الأحمال تبقى كثيرة عليه والأعباء كبيرة وخصوصا بعد ثلاثين يونيو في مصر لأنه أصبح العبء عليه كبير الفكري والتنظيمي وممكن التمويلي ودعم القضايا وأعتقد أن هناك وجهتها نظر الوجهة الأولى تصر على استمرار المنهج السلمي والوجهة الثانية وقد تتغلب للأسف الشديد هي وجهة مواجهة بالعنف أو الانخراط في قضايا فيها عنف أو مظاهرات فيها عنف أو استخدام سلاح بدأت للأسف الشديد مع اعتصام ربعة واحتصام النهضة في القاهرة بعد ثلاثين يونيو هل التنظيم العالمي دكتور هلباوي يعني يقدم توجيهات معينة للأفرع في الدول المختلفة أم هي مجرد توصيات وبإمكان الجماعة سواء في مصر في الأردن أو في أي بلد آخر أن تأخذ بها أو لا تأخذ بها بحسب أوضاعها الخاصة هو طبعا الشعار الشعار التنسيقي يعني أهل أمكة أدرى بشعابها وظروف الدول بتختلف من مكان إلى آخر ولم تعد القضايا الحقيقة قضية واحدة حتى يمكن اتخاذ توجهات حازمة أو صارمة إنما تعدد القضايا والضغوط الموجودة والاختلاف حول قضايا زي الهيمنة الأمريكية الموقف من إسرائيل الموقف من العنف الموقف حتى من داعش الموقف من بلد زي تركيا يعني الاختلافات حول هذه القضية بالتأكيد تضعف التنسيق وتهز في قدرته على المواصلة وأنا كنت تتمنى الحقيقة أن يكون العقلاء كما يتمنون لبلادهم يتبنوا للبلاد اللي في الصراع زي مراشد الغنوشي مثلا يطالب في تونس وخصوصا بعد أحداث العنف التي شهدتها تونس في الأيام القليلة الماضية أنه يطالب بالهدوء أيضا في مصر ويمنع هو ومن معه بالعقل والحكمة والمناقشة الاستمرار في عمليات العنف أو ما إلى ذلك إنما أنا لا أظن أن الطيار الإصلاحي في الحركة الإسلامية عموما يستطيع أن تكون له اليد العليا فوق الطيار الذي أصبح ينادي بالعنف شأنه شأن جماعات الجهاد وجماعات الجماعة الإسلامية والقعدة وداعش والنصرة والأجناد الأرض كما تعلمون هل هناك تيار إصلاحي بين قوسين على مستوى التنظيم العالمي ينظر في هذه الأمور ويراجع ربما بالتأكيد هناك طيار إصلاحي وفي مصر بالذات كان فيه طيار إصلاحي إنما انقسم هذا الطيار أيضا يعني كان رائده عبد المناء والفتوح وكان عصام العريان وحلم الجزار وآخرين إنما جزء منهم منضم إلى الذين يؤمنون بالأفكار القطبية والجزء الثاني اتجه نحو السياسة أو ما إلى ذلك وعلى المستوى العالمي هناك وهناك هناك سقور كما ذكرتم في المقدمة على سبيل المثال عن الأردن الأردن أصبح فيها أكثر من جماعة والجزائر أيضا أصبح فيها أكثر من جماعة وإندونيسيا وماليزيا نفس الشيء فهناك طيارات التاريخ لا يساعد على الاستمرار بهذا الشكل والإصلاحيين دايما الذين لا يميلون إلى العنف بالطبع للأسف الشديد شوكتهم أقل من شوكة الذين يميلون إلى العنف في هذه الأيام شكرا جزيلا لك الدكتور كمال الهلباوي القياد السابق في جماعة الإخوان المسلمين كان معنا مباشرة من القاهرة شكرا دكتور